لكن ما ينفعش يبقى معاناك كابتن ياسر وما نسألوش أول سؤال كده بشكل مباشر وديريكت إيه رأيك كابتن ياسر لأول إزايك؟ الحمد لله كله تمام تمام؟ إيه رأيك في تصريحات كابتن محمد عادل أي أن كان بقى الناس تعاملت معها إزاي خدت التحريف بتاعتها ما خدتش نص الكلام وعملوا بروباجندة كبيرة وحكاية وبيانات لكن أنت في وجهة نظرك في كل مقاله كابتن محمد عادل في مداخلته مع كابتن شبير لا وطبعا في البداية احنا مش هنفند كلام محمد وحنتكلم فيه نقطة نقطة ولكن احنا هنقوله هو في المجمل دايما الحكام ملهاش ظهير جماهيري دايما الحكام مش محبوبة الحب اللي هو بتحب للعيبة أو للنجوم بتوع الأندية فبالتالي دايما نعم مع صفارة فلازم يتحبش آآ يعني وقف اللعب يطرد يعني ده 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 طبيعي ده طبيعي تناول خاصة أنه كمان هو مش منتمي لنادي من الأندية مم آآ الحاجة التانية المهمة إن آآ لو كلمنا في المبدأ أو في الأساس آآ طبعا هو طبعا ممنوع على أي حكم إن هو يدلي بأي تصريح يخص مباراة كوركة دي تعليمات واضحة وصريحة من قديم الأزل موجودة الاتحاد الدولي بيعمل بيها وكل الاتحاد القرية وأكيد لازم الاتحادات الأهلية ولكن إحنا لقينا الفترة الأخيرة إن في آآ ممكن بعض الإستثناءات بتحصل لبعض الحكام في آآ مناسبات زي دي آآ ماتش كوي استعامل سواء محلي أو سواء آآ حكم عمله على المستوى القرية فبالتالي بيبدأ لاجنة الحكام تقوله لأ اطلع واتكلم وخد البريستيجك يعني ولكن آآ دايما الكلام في الميديا لازم يكون بحساب صحيح ولازم يكون الكلام منضبط وكل كلمة راحة في محلها لا تحتمل ولا التشكيك ولا التأويل وخاصة لما تكون صدرة من حاكم هو ممكن رجل بيكلم بعفوية ممكن رجل بيكلم آآ يعني آآ نيسسي إن هو بيتكلم على الهوى فبدأ إن هو يقول كلام ممكن إن هو يتخد عليه لما سواء ماشي الكلام يتخد عليه آآ ماشيو أخذ عليه حاجة ماشيو أنا بيكلم في نحية الفنية علىahahaha بيتكلمش في الكلام اللي ممكن يتكلم فيه السوشايل ميديا ولا الجماهير ولا الكلام ده انه اللي أخذه عليه إن هو تقريبا مبررات لكل قرار هو خده وده ممنوع أنا أديت انظار ليه وعلى حساب ترك للجزاء على إيه وأنا عملت إيه كلام ده ممنوع أي حاجة فيما تخص القهارات الفنية طبعا هل أنت أتكلمه ليه مش من حقك أنك تتكلم فيها والله ممكن الأجواء قبل المباراة ممكن أنا سعيد بالله أنا أديته في المباراة ممكن أنا بشكر زمائلي ممكن أنا بشكر اللعبة الفرقتين هو قال من ضمن الكلام من ضمن أنا أقل بأتكلم لا أصدي حاجة تانية قال من ضمن الكلام أنه في خمسة 11 2018 مش عايف حصله إيه في العمل فمشي وربنا بيعيد له حقه ده ربط يعني كل ده كل ده كل ده كل ده كل كلام ولكن إحنا بنتكلم على الجزئيات اللي ممكن يمسك فيها الجماهير ده جزء والجزء الفني اللي أنا ممكن أتكلم فيه تمام أنت كحاكم لا مش دورك اللي أنت تقول أنا حسبت دي ليه ما حسبتش دي ليه لأنه ودنا النقطة تانية إن رئيس لجمة الحكام طلع قال إن هو احتسب راكل الجزاء بنقل على حاجة وهو النهاردة قال أنا حسبت راكل الجزاء بنقل على حاجة تانية خطس تصدق أنت ميه حسبت قال حكام بس خلاص تمام إحنا بنتكلم هنا إن التصريحات كلها مش مطلوبة سواء من رئيس لجمة الحكام أو من بس رئيس لجمة الحكام من حقه يدافع عن الحكام يعني جزء من الموضوع كده متحدث رسمي دعم ليه يعني أنت رئيس تقول إنه معضمش ظهير تمام يجوز يحق لو بقى كريس لجنة بس ظهير الإعلام بتاع تمام ودافع عن حكامي وبرر تصرفاتهم ولو غلطانين أقول بو غلطانين أطلع بره أقول أحسن ناس ولكن برضو كتر الظهور وكتر الكلام بيغلط الأحداث كتيرة بيغلط كتر الكلام بيغلط وكتر المداخلات بتغلط فأنا أشتغل أشتغل مع حكامي لما تبقى حاجة أوفر أوزيادة أوي ممكن سعيتا أن أنا أبدأ أدخل وأن أنا أتكلم فيها سدي مباراة القمة الكل بينتظرها أكيد فكرة أن حكام مصريين للمرة الثالثة عاد توالي وكلنا حقيقة أشدنا وكلنا احتفنا بيهم وكلنا إدنام حقهم وكلنا حصلت قبل كده اللي هي أن تلت مباريات قمة متتالية بحكام مصريين لا 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 ما أعتقدش أن ده حصل في فترة من الفترات إلا كانت زمان دي قصة تانية يعني ممكن اللي عصرنا لا والأداء فيهم يعني مش تلت حكام مصريين وتلت مباراة بس لا كان الأداء فيهم كان عالي مستوى وقابليهم كان الحالة في وبرهين وفي أهداف ومفيش اعتراضات يعني ماتش زي الأخير تمن أهداف ومفيش حد اعترض عليهم خلينا مقتنعين إن في أخطاء ما فيش مباراة حتخرج مباراة الأخطاء تعم ولكن الأخطاء دي مؤسرة غيرت في نتيجة ماتش ما أعتقدش أن ده حصل بس ما أعتقد يا كابتن مع وجود تقنية الفار الأخطاء لازم لو كانت في القابل العادي هعتبرها كانت 15% مثلا تمام تبقى يعني لو 1% 2% بس مفروض ولا أنت ممكن تبقى برضو لسه أخطاء رغم وجود تقنية الفار وكمان إخراج مميز وكاميرات متعددة وكتير أنا ممكن أروح لحد أقصى 5% ممكن تمام ولكن الأرقام نحن هنمشي فيها بعد كده هتودينا للطريق اللي أنت وعاكر كما قلت له هتفاجئني بها غير الغير الطريقة وحيالة تفاجئت بها وساعة فكرة ولا تفاجئش أنا تفاجئت بها وأنا بعمل إحصائية الثلاثة أسابيع لأنه هو أول إزباع كان ماشي كويس قوي وبعدين بدأت الدنيا بشكل ما تتغير يعني